عمليات عسكرية واسعة أطلقتها قوات الجيش الوطني في تعز العملية التي تحظى بإسناد جوي من التحالف العربي وتتركز على المحور الشمالي والشمالي الغربي للمدينة تهدف إلى قطع إمدادات الميليشيا من خلال تحريل شارع الستين الذي تسيدر عليه الميليشيا مصادر عسكرية أكدت أن العملية أسفرت بعد هجوم واسع للجيش الوطني وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي عن تحرير مواقع كانت تسيطر عليها الميليشيا أسفل منطقة عصيفرة والزنوج المواجهة تتمكنت خلالها قوات الجيش الوطني أيضا من السيطرة على عمارة الإريال وعدد من المباني في الجهة الجنوبية الغربية في جبل الوعش الاستراتيجي وبموازاة ذلك أستهدفت مقاتلات التحالف العربي دبابة للميليشيا الانقلابية في منطقة الربيعي ودبابة أخرى في وادي مدرات بالإضافة إلى تدمير مخازن أسلحة خلف تلت القارع وترزح مدينة تعز تحت وقع الحرب والحصار من قبل الميليشيا منذ نحو ثلاثة أعوام شهدت خلالها المدينة مواجهات عنيفة استطاع خلالها الجيش الوطني تحرير العديد من المواقع التي كانت تحت سيطرة الميليشيا وبصرف النظر عن واقع الحرب الذي تعيشه المدينة الأكبر سكانا في البلاد تسبب الحصار الذي تفرضه الميليشيا في تفاقم الأزمة الإنسانية ودخول آلاف الأسر دائرة الفقر نتيجة عدم قدرتها على توفير المواد الأساسية للحياة اشتركوا في القناة